تراجعت مبيعات قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة في الأردن بنسبة بلغت 35% خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي الذي شاهد كذلك انخفاضا مماثلا عما كان في الأعوام السابقة وقال نقيب ترجار الألبسة والأحذية والأقمشة منيردي إن مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية سارت خلال الأعوام الأخيرة بمنحا تراجعي حيث بلغت خلال الأشهر العشر من العام الحالي 150 مليون دينار مقارنة مع 160 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي و185 مليون دينار خلال عام 2017 وطالب رئيس النقابة الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على الألبسة والأحذية والتدخل لإنقاذ القطاع الذي يشغل 52 ألف أردني ومساعدته على الاستمرار والتوسع في استثماراته مؤكدا وجود حذر عند بعض التجار بخصوص الاستمرار في نشاطهم التجارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر